اشتركوا في القناة لحتى نرجع اليوم نحكي بموضوع كتير مهم وهو المساعدات للطلاب المنح المدرسية والمساعدات بالدفع الفينانشل ايد نحن ابتدينا بأول شي بحرم عين تورا كسروين إذا نعمل بريفينج سريع عندنا كامبوس كتير كبير من ألف من تسعة مباني عندنا خمس كليات بالوقت نفسه حضرنا كامبوس جديد وصدر مرسومه بالحدث يلي هو مكون من 8 مباني 30 ألف متر مباني صديقة كلها للبيئة بقلب مختبرات وكمان حصلنا على ترخيص كليتان جديد يلي هنه كلية الهندسة وكلية العلوم التربوية وبالوقت نفسه عندنا خمسة ماستر يلي هنه المعلوماتية الهندسة الداخلية تصميم التصويري والعلوم الدبلوماسية وستراتيجية ودفاع يلي منعمل عندنا هالبروتوكول مع إياد الجيش مع كوا أمن الداخلي مع الأمن العام مع الجماريك مع أمن الدولي على كل حال البروتوكولات مش بس على صعيد وطني ولبناني إنما على صعيد دولي أكيد مع باقي الجامعات ببلدين أخرى مش بس بكندا أكيد مش بس بكندا عندنا كمان بسويسرا عندنا كمان بفرنسا شركاء لأنه نحنا بتتميز الـ LCU بأنه نحنا بس يتخرج الطالب يحصل على دبل ديجري شهدتين شهدت الـ LCU المعترف فيها بوزارة التربية والتعليم العالي وشهدت تانية يلي هي من الجامعة الشريكة نحنويها مثلا على المثال عندنا بسويسرا ماناجمنت مع أكل أوتليار دو جونيف عندنا بفرنسا يونيفستي بوردو يلي هي الأولى بونك الفينانس بكل يوروب يعني بتختاروا أي بلد هو رائد بالاختصاص وبتعملوا البروتوكول معه وهذا الشيء بتميز الـ LCU بس نقول دبل ديجري منقول كمان في 40% من الأساتزة الأجانب يلي بيجوا من الجامعة يلي نحن بارتونير معه مشان تأكدوا أن المستوى يلي عم نعطيه في لبنان هو نفس المستوى يلي عم بينعطى بأوروبا بسويسرا أو بكندا وهذا الشيء بتتميز في الـ LCU هو قوتنا الأكاديمية يلي الطالب مش مضطر يسافر لبرا هو قاعد في لبنان عم بياخد أحلى شهادة أجنبية بس لما منقول شهادتين منخاف أن القصة يصير قصتين شو بدنا نقول اليوم عن القصة؟ لا اليوم بالنسبة للقصة لازم نقول أنه أول هدف وضعناه بالألفين وقتا نحن قبلنا شراكة مع كندا وتوافق أنه نحن يكون عندنا بروتوكول مع الدولي وتوافق على اسم الجامعة لبنانية الكندية هو كان الهدف الأساسي وضع التعليم على متناول الجميع بس نقول وضع التعليم على متناول الجميع يعني نحن بدنا نشوف الوضع الاقتصادي يلي موجود باللبنان وعلى ضوءه يكون في القصة مناسب للأهل يلي عم يعيشوا يلي حبين أولادهم أنهم يتعلموا اليوم نحن كالسيو الجامعة اللبنانية الكندية قصتنا على المستوى الأكاديم العالي والشهتين اللي عم نعطيه بيصير تقريبا مع المنح ما بيتعدى بعد المنحة يلي بتكون 25% منعطي سكولرشيب للطلاب يلي أهلهم متفوقين بالمدارس منعطي كمان للناس يلي منهم قدرين ما عندهم تسهيلات تيقدروا يكفوا التحصيل الجامعي بحدود 25% يعني عم بيطلع القصة بكلية العلوم التربوية وكلية الأداب بحدود ما بيتعدى الأربعة تلاف دولار إذا كان أخذ كل كريدتس طبعه كل السنة بالوقت نفسه بكلية إدارة الأعمال وكلية العلوم والفنون يلي هني ساينس كمان ما بيتعدى الخمس تلاف وعننا كلية الهندسية اللي نحن أنشأناها ما بتتعدى الستة لاف عم نحكي بقصة أرخص من قصة المدرسة يعني عم نحكي تقريبا مقارنة هو اليوم خصوصا أرخص من قصة المدرسة لأن المدارس عندهم عطول زودات وسلسة الرتب يلي عم نحكي فيها نحن الحقيقة قصتنا كتير معتدل على المستوى الأكاديمي يلي عم نعطيها على الأسازي اللي عم تجي من بره عن نوعية الأسازي اللي عم نقية من لبنان فعلا عم نقدر نعطي مستوى بسعر كتير حلو بالوقت نفسه ما بدنا ننسى أنه في ناس بيبقوا متفوقين اللي بيجوا الأول من السنوية أو من المدرسة الخاصة عم بياخد أربعين بالمية بالجامع يعني عم بيبقى عنده ستين بالمية بس دفع يلي هو بيصير من الأربعة تلاف أو الخمس تلاف أو ست تلاف بيصير رمز بيصير رمز وعند الثاني خمسة وثلاثين بالمية والثالث يلي بيكون من المدرسة كمان بياخد ثلاثين بالمية يلي بيصير رمز حتى كمان أنه رحنا أبعد من هيك يا مادام رانيا طلعنا بالطلاب يلي حتى ما قدر يدفع الأربعة تلاف والخمس تلاف والست تلاف يعني عم بيبقى من قسطه نحسب خمسة وسبعين بالمية نحنا مدينا بروتوكول تعاون مع بونك بيبلوس مدعوم من مصرف لبنان منجيب للطالب كرد تيقدر يدفع قسطه يلي بيقول الكرد بقلبه هو مكون من أنه يقدروا يدفعوا كامل يقدر التسليف يكون على كامل القسط المتبكة بعد سكولارشيب يلي عم بينعطي يعني تنحسب بالطالب أخذ خمسة وعشرين بالمية سكولارشيب بقالوا خمسة وسبعين بالمية هال خمسة وسبعين بالمية بيدفع عليهم فايدة كتير بسيطة يلي هي مدعومة من مصرف لبنان ثلاثة بالمية يلي بس نحسبها على الكاكولاتريس لأنه إيما الناس بتحب الأرقام بتطلع تقريبا ما بتتعدل 200 دولار بالسنة فايدة 200 دولار يلي هي رمز للطالب يقدر يتعلم وأول ثلاثة سنين نحنا ما مناخد منه القسط ورابع سنة نفتح له مجال لأنه عندنا مكتب القبول والتسجيل ليكون نبش على شغل نحنا فعليا بيبلش تسديد الكرد طبعه من خامس سنة أول خامس سنة وعلى كذا سنة مشان هيك الطالب بيكون كتير مرتاح وبيكون لقى فرصة العمل ويقدر ساعتها يدفع القسط طبعه وياخد نوعية معينة وأكيد يحيلاقي شغل لأنه على كل حال أنتوا كمان بتدعموا هالموضوع أكيد لحتى يلاقي شغل بيضلوا مرافقين ما بعد التخرج أيضا طبيعي لأنه ميزة الألسيو هو أنه نحنا بعد ما الطالب يتخرج قبل ما يتخرج بسبعة شهر طلابنا عندهم شغل بالاختصاص نحنا حققنا أعلى نسبة توظيف اليوم باللبنان وهذا الشيء نحنا بنفتخر فيه وبدي أذكر الرقم اللي هو 94% على مستوى الإجازة من طلابنا عم بيليقوا شغل بالاختصاص أما على مستوى المجسار المستار والدكتورة 100% من طلابنا عندهم وظيفة وهذا الشيء اللي بيخلي أنه الناس حابة تجي تتعلم بالألسيو وتاخد نوعية أكاديمية يعني ما بقى في كتير حجاج أنه هالطلاب هالشباب هالأهل ما يشجعوا أولادهم أنه يتابعوا تحصيلهم العلمي الجامعي اليوم قدي مهم هذا الموضوع لحتى يدل الشباب على الطريق الصحيح أكيد مدام رانيا اليوم هدف الجامعة أنه تستكتب طلاب وتقدر توصلهم على وظيفة معينة الهدف مش أنه ياخدش هادة ويعلقها بمكتب أو يقول أنا خريج هادة الجامعة بس أنا ما عندي وظيفة أنه نحن كتير منشتغل على البروستدور يعني الطالب بس يفوت لعنا بس يتخرج أخذنا الأيزو السويسرانية للتعليم العالي فور هير إيديوكيشن كانت أول جامعة هذا الشيء من الفتخر نقوله مش بس بلبنان بالشرق الأوسط قدرت تحصل على هذا الاعتماد هذا بيدل أنه نحن منتابع الطالب عننا من أول ما بيفوت لغاية ما بيتخرج بيلاقي شغل وهذا البروستدور وبدأ بحاظين على المعايير الدولية التعامل مع الطالب أيضا كيف عم بتحضروا هالطالب لحتى ينخرج كمان بسوء العمل وبالمجتمع أيضا هل فيه بروتوكولات تعاون بلبنان مع جهات معينة تذكرنا طبعا الجيش صح عمنا مؤسسات الجيش عمنا وزارات عم نتعاون نحن وياها نحن منعدل الإجازة اللي بتنعطها العسكرية منعدلها بإجازة جامعية بالوقت نفسه نحن عم نحضر عمنا بروتوكولات مع جامعيات ومع بلديات لأنه نحن عم نشتغل على جينرسيون تالي على جيلة تالت يلي بسميها منسميها تروزيام جينرسيون دانسانيومان يلي كمبتنس ديونيورسيتي بالوقت نفسه عم نفوت البرنامج الجديد يلي اليوم العالم باللبنان بعد ما بيعرفوا كتير يلي هو اسمه إي لرنينج نحن اليوم يعني حابب أنه احكي عنه لأنه إي لرنينج اليوم هو مستقبل نعم الشرق الأوسط مستقبل العالم نقدر نعطي هالنوعية من التعليم الإي لرنينج هنا عم نحكي عن تعلم من خلال كل الوسائل الإلكترونية تكنولوجية أيضا يعني شو عم ندخل بالمناهج عم ندخل بالمناهج أنه الطالب يقدر يكون بقلب الجامعة موجود 50% وبالوقت نفسه كمان هذا الأنون يصدر بمدرية التعليم العالي أنه الطالب يكون موجود بالجامعة موجود 50% بقلب الكورسات الأستاذ موجود بس في 50% يقدر يخذون أونلاين نقدر نطور الناس على الريسورج نطور الناس على البابليكيشن نطور الناس على الأبحاث يقدروا يعرفوا أنه اليوم باللبنان يجب أن ينفتحوا على كل وسائل التعليم الموجودة بالعالم وهذا ما نقدر نعمله بلا شراكة بلا جامعات أجنبية نحن عم نتعاون معها عم تعطينا شهادة لطلابنا الطالب بس يتخرج بشهدتين صار عنده اعتماد إذا راح حيال لبلد مادام رانيا بالعالم ما بيخضع للمعادلة لأنه معه انترناشنل ديبلوما ولا بحاجة يعمل فحص ولا بحاجة يزيد أي كورس بينما حيال لجامعة دغري ينقرد بسوق العمل بسوق العمل لأنه غير جامعات بالقانون اللبناني نشوف الكامبوس صح الكامبوس الحدث يلي هو مباني كلها صديقة للبيئة ناخد الاعتماد الجولد ليد يلي هي منظمة بأمريكا اسمها leader in energy and environmental design هالمنظمة هي طاعة اعتماد للمباني الصديقة اللي بيقى عندها عدة لفل نحن أخذنا أعلى لفل يلي هو الجولد ليد يلي هو كتير صعب تقريبا الكلفة تابعه بحدود 35% إضافة لكلفة مبنى عادة عامن عمره على المستوى الطريقة الترديسيوني تقليدية يلي منعلمها فبقى هالإشياء كلها عما نحضرها نخلي الطالب ما يكون مزعوج يعني ما يصير هالتعليم هو سترس له بالعكس هنا بيصير فيه حماس أكتر تحفيز أكتر لهالطالب حتى يركز بس اليوم على درسه على شهدته وبعدين يعتها الهم الدفع بعدين يقدر يفكر بالعمل وبكيف أنه بدي متعب أهلي وما تحملونها المسئولية اليوم وصلنا لبداية السنة الدراسية أي متى التسجيلات أي متى بتبدل نحن التسجيل هلقني بعده ماشي بيضل لـ 15-20 تتبلش الجامعة 15-20 الأول نحن نستقبل طلبات الطلاب لأنه لدينا كليات جديدة أخذنا مراسيمة يلي هي كلية الهندسة كلية العلوم التربوية المجلسة الريت الجديد بالوقت نفسه نحن نسجل بـ 2 حرامين يعني ونحن جامعة كتير فخورين أنه أنشأنا حرامين مش فروع جغرافية مش فرع جغرافية وهالحرامين موجودين بالحدث بوجي الجامعة اللبنانية بالوقت نفسه كمان لدينا الحرام الثاني الأساسي يلي هو بعين تورا ممكن يتسجلوا أونلاين كمان أكيد فيهم يتسجلوا أونلاين في الأبليكيشن موجودة على الويب سايت بيقدر يتصلوا بالمكتب القبول والتجيب في مكتب قبول بالحدث في مكتب قبول كمان موجود بعين تورا وهيدا الشيء اليوم عم نقدر نسهل للطالب تنقله اليوم إذا أنت قادر تقصت قصتك وقادر تتعلم بالأسي ونحن سنساعدك لكل التلاب لكل التلميس لكل الإختصاصات لكل الإختصاصات حتى للتعليم الأعلى حتى للتعليم العالي للماجستير كمان عم بيطلع بعد سكولرشيب طبعه اللي عم نعطيه للطالب ما عم بيبقى غير تقريبا بحدود الخمس ستر في دولار بالسنة مستوى ماجستير يعني دراسات عليا اللي هو يعني فعلا عم بيكون رمز إذا منقارن لغير مؤسسات حمس لجعا نعمل شيء اختصاص جديد لجعا مش لازم عطول لازم عطول يكون في طموح للإنسان يكفي على كل حال اليوم نحن بنحكي بالتعليم مدى الحياة والتدريب مدى الحياة يعني ما في شيء ممكن يوقف الإنسان ومع هيك تسهيلات أكيد صارت بعض أحلى وأحلى أكيد لأنه إذا نطلع بالدراسات العليا للحقيقة بالجامعة عنا عنا طلاب على مستوى ضباط على مستوى رتب عالي عائد عميد ألوية عنا نواب حكام تخرجوا من عنا عنا مدرع عامين يعني أعمارهم بتتعدى بتتعدى 50 سنة بس حبوا يرجعوا على الجامعة وهذا الشيء اللي احنا متميز فيه مشان هك اسمنا الجامعة اللبنانية الكندية في اسم كنادي لأنه نحن في التعليم لكل الناس شكرا لك دكتور وأكيد دايما نتواصل دائم معكم لأنقام وكل العنوين مرأت على الشاشة معنا اليوم أهلا وسهلا فيك دكتور روني بناخلي رئيس الجامعة اللبنانية الكندية شكرا نرسي لكم بك صغير ومنتابع أم تي في ألعي في خالي معنا